حياكم الله ومتواصلين وياكم في مسائي طبعا اليوم موضوعنا رح يهمك حضرة المستهلك بشكل مباشر 38 قرار أو أكثر أصدرتهم وزارة التجارة والصناعة تهمك وتهم كل واحد حاس أنه مغبون أو في مشاكل من ناحية استهلاكه أو حضوره إلى مطعم من المطاعم أو مشكلة صارت له مع مكان معين أو أحد المحلات أن تحايلوا عليه وانصبوا عليه اليوم رح نتكلم بإسهاب عن هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم الوكيل المساعد عبدالله العلي وكيل وزارة المساعد لشؤون الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة نحن سعيدين جدا بالتواصل وياك والرحب فيك كثير من القرارات أصدرت وقلت يمكن 38 قرار أو أكثر تم أصدارها سمعنا عن التواير سمعنا عن الآيات القرآنية وطريقة تركيبها واستخدامها استخدام ما هو بمكانه الرموز الوطنية الملابس النسائية أواني الميلامين كثير من القرارات أصدرت بهذا الشأن دعنا نتكلم عنها أخي الكريم حقيقة معالي الوزيرة الدكتور أماني بورسلي أصدرت شكلة قرار لجنة مختصة بمراجعة جميع القرارات طبعا قراراتنا في صادرة من السبعينات وفي قرارات من الثمانينات وفي قرارات من التسعينات هذه القرارات حقيقة مات أنت اليوم تواكب ما هو تطور المجتمع اليوم كثير من الأمور كانت ليس مثل الأول بدليل أن أصدرت حقيقة يعني اللي كان أعطيك مثلا يعني إطارات السيارات الآن يعني كان فيه فترة فترات ممكن واحد يشتري تاير مستعمل الآن صدر منع التاير ممنوع تاير مستعمل ممنوع النهائيا وقعد يعاقب بإغلاق كل من يتاجر في التاير المستعمل حدد الآن في التاير الجديد أعطى صدرات حق المستهلك كفالة لمدة سنة لازم يعرف السرعة القصوى للتاير بلد المنشأ تحمل الحرارة السرعة درجة الحرارة الضغط كثير من الأمور حقيقة صدرت في هذه الأشياء صدر قرار الآن في قرار الصيدليات يجب على أن يحدد في الصيدلية نوعية الدواء وتاريخ الصنع وهذا مهم جدا صلاحية الدواء متى تم الصنع ولصلاحية صلاحيته أضيف إلى طريقة الاستخدام اليوم يعني هذه لو استرسل يعني حقيقة يمكن حلقتين يهم المستهلك يسمع شنو صار على هالأمور يعني يعني صدر أنا أعطيك محاين خلينا أقول لك موضوع القرار مال الصيدلية كثير من الناس الصيدلاني يصف للدواء شفوية حقيقة ومن ثم يمكن يستخدم الدواء هذا وينتكس ابنه طفله وهو شخصيا لما يطالب بحق الآن هذا الدواء الوصف لها الآن نعطيه ورقة إثبات تثبت حقه حقك الآن وصف لك الدواء وعطاك طريقة الاستخدام لو تعاطيت الدواء هذا وعطاك أمور سلبية واجب أنك الآن تقدم لجهات المعنية طبعا كوزارة الصحة وزارة التجارة مورس علي ما أعطاني الوصف الصحيح ومن ثم أدى نتيجة العكسية اللي موجودة وما رح يتعبوا ياكم 135 اتصال بالهاتف هذا رقمهم 135 تتصل بالجهة المعنية في وزارة التجارة وهم يسوون إجراءاتهم بالكامل مجرد أنك أنت تتيب المستند وقت اللي يحتاجونه منك كثير من الأمور انزلت عندنا في جريدة الراي وقت اللي رحت الأرشيف وصعت علشان أقرأ بفوق الخمسمائة خبر فخذيت منهم تجارة تغلق 12 محل الخالدي وإجراءات قانونية من التجارة ضد العلانات طبعا هذا من الأرشيف يعني فيها أخبار قديمة تغلق مطاعم ومحل لقيامها بالغش التجاري بورسلي وفرق التجارة ترصد الغش وتلعب قلنا نسمع عن هذه الإغلاقات نبين نتكلم عنها نبين نعرف يعني المواطن شنو سبب هالإغلاقات هل ردوا وفتحوها مرة ثانية ولا لا شوف أخي الكريم الغش أنا سميه ماركة عالمية في كل مجتمع والتلاعب تجده هنا وهناك وفي دول متطورة وفي دول متخلفة الضمير فيه موجود بجهة وفي أخرى يعني يكون نايم ما نقول لك عدم موجودة لكن العقوبات متفاوتة في من يسجن كل من يتلاعب ويغش في المواد الغذائية وفي من يعدم في بعض الدول تعدم الذي يتاجر بأرواح الناس وبيعه بأهمات تصل لهذه الدرجة مجرم يعتبر بنظر القانون ويعدم يعني أنا ما ودي أسمي الدولة باسمها لكن طلعتنا الصحف حقيقة من قبل قمس سنوات أعدم ثلاثة حتى صاحب الشركة أعدم ومن مارس الغش وفي دول تكتفي بغرامات مادية وتصل أنا ما أدري لكننا بكويت يعني ما عندنا تصل ليش العقوبات ما هي مغلطة ما تسعون أنكم تغلطون العقوبات على اللي تاجرون بيسمو مثل لحم الفاسدة وغيرها شوف يعني أنا عشان أكون معك في الصورة حقيقة إحنا بعد مقابلتنا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وحقيقة تشرفنا أنا وإخواني المراقبين بالمحافظات ومشرف فرقة طواري بمعية معالي الوزير الدكتور أماني بنسلي حقيقة عطتنا دافع هذا حتي قبل حوالي شهر وشوي نعم فسمو الرئيس منادان وتكلم معانا بصدق وكأب وكأخ جماعة أن هذه إذا ظاهرة أقضوا عليها أني سمو الرئيس راح قابل الجهات في الدولة سواء البلدية والجمارك وإحنا من ضمنهم اللي تبقى استقبالنا واستقبل حقيقة أبناء المراقبين يعني اللي في المحافظات ومن ثم هم حقيقة فرحانين كان يقول إحنا إذا قابلنا مدير إدارة فرحانين أعلى جهاز في الدولة يستقبلنا ويحرص في إيدني وهذا عطى دافع عندهم وحقيقة صار الآن تركيبة وفرق بين المحافظات وبرز بين التنافس بين المحافظات حول هذا الدعم الدعم المعنوي حقيقة وفتحنا الباب هذا وترجمت هذا الدعم معالي الوزيرة حقيقة بإمكانيات عطتنا إمكانيات وايد أسست في فرقة الطواري وهي أول فرقة تؤسس في عمر التجارة تدري الغش يتلاعب متى يكون فيه غالبا في أيام العطر الرسمية وفي العطر المناسبات لا توجد تجارة عشان تكون تفتش أن دوامنا فترة صباحية وفترة مسائية وتكون أحيانا فرق إلى أن أسست فرقة شق الله على مدار الساعة وفعلت قرار تليفون 135 والتفعيلات وصدور قرارات تجارية التي تخدم للحد من هذه العملية فترجمت هذه كلها جاءت نتيجة واحدة مع مقابلة السمو والرئيس أصدرت قرارات فعنا معاها بلغنا معالي الوزيرة قلنا احنا قرارات كثيرة محتاجين هي معالي الوزيرة أن تتعدل وتغلض العقوبات وأمانة معالي الوزيرة منها أصدرت 38 قرار غلضت العقوبات غلضت ولكن نتائجها غلق المحلات كان فيه قبل أول شوي العقوبات كانت شوي أنت تحتاج لا عقوبة إلا بنص وبناء عليه أصدرت قرارات قوية خدمت المجتمع بشكل عام والنتيجة طالعتنا في الصح في الفترة الأخيرة وتناقلوا ما هو تم إغلاق وحقيقة إذا يشكر يشكر مراقب عام محافظة مبارك كبير وتميز أضف إلى الطوارئ تميز نحن نتكلم سيد عبد الله عن القوانين وعن هل هناك قرارات مطاطة تساعد التاجر على إعادة هالعملية هذه مرة ثانية ولا لا بعد الفاصل ستجيبني على هذا الموضوع الفاصل يأخذنا منكم ومتباصلين سيد عبد الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة